مره أهلا بك أهلا بك محمد أهلا بك عبد الرزاق إذن محمد البداية ستكون الخبر الهام الذي يظهر أسفل الشاشة مشاهدين الأكارم أهلا وسهلا بكم إذن أجلت قبل أجلية قبل لحظات قليلة من الآن قرعة البطولة الإفريقية لكرة اليد المزمع إجراؤها في القاهرة المصرية جونفي 2016 القرعة أصفرت عن وقوع المنتخب الوطني للرجال لكرة اليد في المجموعة الأولى والتي تضم منتخبات مصر البلد المنظم بالإضافة إلى منتخبات المغرب نيجيريا الكاميرون والقابون إذن البطولة ستنطلق إن شاء الله في 21 من جونفي إلى غاية 30 من نفس الشهر وصحب المركز الأول يتأهل مباشرة إلى أولمبياد بريو دي جانيرو بالبرازيل 2016 وكذا البطولة العالمية المزمع إجراؤها بفرنسا العام 2017 وأصحاب المركز المركز الأول وثاني وثالث يتأهلون إلى البطولة العالمية أيضا المزمع إجراؤها بفرنسا نذكر مشاهدنا الأكارم المنتخب الوطني لكرة اليد حازة على الطبعة الماضية والتي جرت بالجزائر السنة الماضية فحض موفق إذن للمنتخب الوطني لكرة اليد في هذه البطولة إذن مشاهدنا الأكارم نتقل الآن بكم إلى نتائج الجولة التاسعة من المحترفي أتاني لدوري موبيليس والتي أجريت قبل لحظات قليلة من الآن إذن عزز اتحاد بالعباس مركزه في الصدارة بعشرين نقطة بعد إطاحته بمضيفه أولمبي أرزيو بربعية نظيفة فيما تغلب فريق جمعية الخروب على ضيف شبيبة سكيكدا بهدف دون رد رافع رسيده إلى خمس عشرة نقطة رفقة شباب باتنا العائد بنقطة ثمينة من حجوط بينما فاز أولمبي المدية على اتحاد الشوي بهدفيني لواحد فوز وضع الأولمبي في المركز الرابع بأربع عشرة نقطة رفقة جمعية الشلف بينما فاز فريق ملودية العلمة بثلاثية دون رد على شبيبة بيجايا في انتظار المباراة الأخيرة عن الجولة والتي ستجمع يوم غد بين أهل البرج وضيفه جمعية الشلف وإليكم مشاهدين الأكارم جدوى نتائج مباريات الجولة التاسعة من المحترفين الثاني كميلاً بالعودة إلى أخبار الكرة المستديرة إذا نفرجنا أخب الوطني كريستوانغوركيف عن قيمة موسعة من 32 لعباً تحسباً لمباراة تنزانيا انفرد تلفزيون النهار بالإعلان عنها وعرفت القائمة عودة الحارس رئيس أبن بلحي ووسط ميدان نادي واتفورد عدلان قديورا ومهاجم أولمبيك ليون فرنسي رشيد غزل ورقة في القائمة مع محمد خوريشي تحسباً لمواجهة تنزانيا في إطار الدورية التمهيدية الثاني من تصفيات منطقة إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا كشف الناخب الوطني كريستوانغوركيف عن قائمة هي الموسعة التي ضمت 32 لاعباً سيكون معنياً بتربصي الخضر المزمع إجراؤه بمركز تحذيرات المنتخبات الوطنية بي سيدي موسا من التاسع إلى الثاني عشر من نوفمبر القادم القائمة الموسعة شهدت عودة أربعة لاعبين أبعدتهم مشاكلهم مع النوادي الأوروبية عن صفوفي المنتخب ويتعلق هو الأمر بحارس أنطاليا سكورة توركي رئيس وهبن بولحي عدلين قديورا لاعب واتفورد الإنجليزي لاعب ليون الفرنسي رشيد غزال ومدافع سامبادوريا لإيطالي جمال مصباح العائد إلى أجوائي المنافسة كما عرفت القائمة عودة كل من نابير بنطال متوسط ميدان توتنهام الإنجليزي عيسى ماندي مدافع رامس الفرنسي ونصر الدين خوالد المطاردون من شبحي الإصابات في الفترة الأخيرة إضافة إلى مدافع اتحاد العاصمة بن عيادة العائد من صفوف المنتخب العسكري قائمة والاثنين وثلاثين لاعباً هذه حملت ستة أسماء محلية جدد فيها غوركيف الثقة قبل الكشف عن القائمة النهائية ويتعلق والأمر بكل من الحارسين دوخة وعسلة إضافة إلى حشود بدبودا زيتي بن عيادة وخوالد هي قائمة موسعة ستتقلص إلى خمسة وعشرين لاعباً أين سيكون أستاذ الرياضيات مطالباً فيها بإيجادية تركيبة المثالية التي ستتنقل إلى دارية سلام الشهر القادم والعودة بنتجة مرضية تعيد ثقة الجماهر الجزائرية في منتخبها وتغيي الشك الذي وجد مكاناً بين أنصر الخضر بعد وديتي غينيا والسنغال لخوض مواجهة العودة بالبوليدا بأكثر أريحية وفيما يلي مشاهدين الكارم القائمة الموسعة لاثنين وثلاثين لاعباً اختيار دولي الجزائرية صفيان في غولي ولاعي بلاندي بالونسير الإسباني ضمن التشكيل المثالية من جولة الثالثة لدور المجموعات من رابطة أبطال أوروبا حيث ضم وسط الميدان إلى جانب في غولي كل من لاعب روما دانيال ديروسي وإيفان راكيتيش من برشلونة حيث استطاع في غولي رفع رصيده من الأهداف في دور أبطال أوروبا إلى خمسة أهداف عبرت إدارة فريق أرسونان الإنجليزي على رغباتها الكبيرة في ضم ثناء نادي بورتو الجزائر ياسين إبراهيمي وزميله روبا نيباز في المركات الشتوية القادم بطلبين من مدرب الفريق أرسون فانجر الذي وضع ثناء كأول هدفين لتدعيم الفريق وهذا حسب موقع السوكر الصول الإنجليزي والذي أضف بأن إدارة المدفعجية بدأت في تحرك لحسم الصفقتين مبكرا كشف مدرب فريق ليستر سيتي الإنجليزي بأنه تفق مع رئيس الفريق على عدم بيع ثناء الفريق رياض محرز وجيمي فاردي في المركات الشتوية المقبل بأي ثمن ومهما كان العرض المالي الذي تعرضه إحدى الأندية الأوروبية بسبب مشروع النادي في تكوين فريق كبير وهذا حسب الصحافة الإنجليزية مؤكدا على ضرورة استمرار تنائي مع الفريق تنقل مدافع جزائر ياسين كادامورو إلى نادي ساندر لياج البرجيكي بطلب من الفريق لإجراء تجارب معه تحسبا لتدعيم صفوفه خلال المركات الشتوية المقبل حيث أكد مدرب الفريق يانيك فيريرا روش بأن كادامورو سيخضع لتجارب التي تدوم أسبوعين مشهدا بإمكانيات اللعب الذي يراه الحل الأمثل لتدعيم الدفاع في حين أقنعه في هذه الفترة محلية نكد رئيس شباب قسنطينة محمد حداد أن الإدارة لم ترصم الحد الآن المدرب الذي سيخلف بيرفيلود المقال من العرضة الفنية وأضف رئيس شباب قسنطينة أن الإدارة اتصلت بالمدرب جمال مناد الذي لم يرد على طلب الفريق وطلب مهلة أسبوع من أجل الفصل في الأمر هذا ولم يستبعد الرئيس حداد أن يستمر مونير زغدود في العرضة الفنية للفريق في حال تحقيقه لنتائج إيجابية مع الفريق والبداية بمباراة اليوم التي تلعى في هذه الأثناء أمام اتحاد البوليدا إذن رفض المدرب السربي دانيال يانكوبيتش خرار إدارة أمال أربعابي فسخ عقده مع الفريق بدون الحصول على تعويض لمدة شهرين وهذا وفقا لتأكيدات الرئيس المؤقت للفريق مصطفى زروق في تصريحات اليوم والذي أكد على أن تقنية السربي رفض مغادرة العرضة الفنية دون الحصول على هذا التعويض المد وهو ما وضع الإدارة في موقف حريج انطلاقا من الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها الفريق كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم بأنه سيتقدم بعرض رسمي لمدرب الجزائر خرار الدين ماضوي للإشراف على تدريب منتخبه الأول بعد إقالة المدرب كليمني عقب انهزام ليبيا بربعية كاملة أمام المغرب لحساب التصفية المهلة لهذا حسب صحيفة المنتخبة الليبية والتي أضافت بأن ماضوي يعتبر أقوى مرشح لتولي هذا المنصب صنف موقع ترونسفير ماركة الألمانيا المختص في الإحصاءات البطولة الجزائرية كأغلى دوري في المغرب العربي بقيمة 78 مليون يورو باحتساب الإمكانيات المادية لكل الأندية والأجور التي تمنحها للعبين مشاهدين الكارين بهذا منه أخبارنا الرياضية عودة إلى محمد بسا ولكن بعد الفاصل